كتب تغريدة أبو أوريك إياه أبو أوريه أستاذ المشاهدين وعشان يكون تعليقك يعني في الشقين عبدالهادي خميس يقول والله زمن تغير بدر المطوعة تنتقدونه هذا الأسطورة إصحى انتويا أبي تعليقك سواء على موضوع بدر بما نفتحه فرج لهيب أو موضوع المعلق بدر الشداد أو موضوع الانتقادات الجارحة الموجودة تفضل بابو محمد بسعود أنا أول شي بوضح نقطة أنا ترى مع أبو أحمد فيما ذكر التعصب شلي وضح الأمر بشكل كبير ترى بسعود اللي هو تويتر تويتر ما كان موجود قبل موجود اليوم وفي نقطة مهمة بسعود في تويتر لازم الكل يعيها ترى بسعود اليوم وهذه مصيبة هذه مصيبة والله ترى بو علي والله كلام جد إنه مصيبة اليوم وتويتر صار مصدر رزق لبعض المتخلفين ضعفاء النفس ما بيزيد على هالأمر يستغلهم البعض عشان يصر يغرد ويدافع عنه في الحق وفي الباطل صراحة هذه مصيبة تشوف لك شخص فقير عنده تويتر لسانة طويل تقول هاي الله هاك وطقها العالم وهذه ميزة للأسف سيئة وانتشرت بشكل كبير هذا واحد كلام بدر شداد ترى بدر مطوع أنا عبد العزيز بدر مطوع نفسه أنا متأكد إنه متوقع هالكلام يعني بدر يقول لك قبل جاسم قبل الدخيل تذكر الدخيل شنو قالوا عنه مو موضع جزال تذكر الدخيل شنو قالوا عنه في كرة عمان اللي ضياحه وهو في مجدة وفي عزة أي فهالأمر بسعود بدر مطوع يعرف أنه راح يقال عنه هالكلام دام استمر لهالعمر هو أنا متأكد فدام وصل هالعمر بدر أنا متأكد إنه متوقع ويتحمل هذا الكلام وبدر شداد ترى أنا شوف البعض يلوم بدر شداد هذه ردة فعل طبيعية يا جماعة بدر شداد يعلق على المبارات مباشر يقول كلام لا يقول كلام يقول كلام بدر شداد ممكن تقولها أنت عبد العز عطيها يقولها أنا يقولها محمد كرم لكن تحت الهوى مو قاعد يعني نقوله فجأة من كرة قطعت بدر قد لاعبناه شي ضيع كرة مثلا فالمعلق قال ترى ترى بدر شداد ما ما جرح بدر ما جرح بدر اليوم عمره 36 35 سنة